جونسون يطالب من البريطانيين التزام الحذر مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام قطر تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا والإجمال يدى جاوز 22 ألف حالة تجدد الاحتجاجات في العراق دات أول اجتماع لحكومة القادمة أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة إخبارية جديدة مفصلة تأتيكم من أكستر نيوز بداية هذه النشرة مع محمود السعيد إليك محمود شكرا دينا وأهلا بك وأهلا بكم مشاهدينا في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا احمي أهلك احمي بلدك وبداية النشرة مع ملف أزمة فيروس كورونا حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواطنين على البقاء حذرين من مخاطر فيروس كورونا المستجد فيما أثار قرار الحكومة تغيير شعار ابقوا في المنزل إلى ابقوا حذرين انتقادات تعتبر الشعار الجديد غامضا ويستعد جونسون لتوضيح خطط الحكومة للبدء في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام والتي أوقفت أغلب الأنشطة الاقتصادية لما يقرب من سبعة أسابيع أعلنت وزارة الصحة البريطانية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 31.587 حالة وذلك بعد التسجيل 346 حالة وفاة جديدة وأكدت وزارة الصحة البريطانية أنها أحصت نحو 3900 إصابة جديدة بالعدوى الأمر الذي رفع إجمال الإصابات إلى أكثر من 215 ألف إصابة المزيد من المتابعين ضمولينا عبر الهاتف من لندن السيد أحمد يسين الكاتب الصحفي مرحبا بك أستاذ أحمد معنا في هذا النقاش في انتظار طبعا كلمة بوريس جونسون مساء هذا اليوم لإجراءات مختلفة ربما وستراتيجية جديدة لمواجهة كورونا كيف ينتظر الداخل البريطاني هذه الإجراءات؟ نعم ما زلنا في حالة الانتظار لكي نتعرف بشكل كامل عن الخطوات الحكومية المرتقبة بالرغم من أن التوقعات تشير إلى أن الحكومة سوف لن تفرض تغيرات كبيرة عن الإجراءات التي تم فرضها منذ 23 شهر مارس أذار الماضي انطلاقا من كون عدد الوفيات مازال كبير جدا هو يتراجع ولكن بريطانيا حاليا في المركز الأسباني عالميا في عدد الوفيات ومثل هذا الوضع هو بالتأكيد وضع صعب ويعكس حساسية وخطورة كبيرة جدا من جهة أخرى هناك ضغطات من قبل عالم المال والأعمال في بريطانيا لكي ترفع الحكومة إجراءات الحجر المنزلي وكذلك أيضا الابتعاد الاجتماعي انطلاقا من كون مثل هذه الإجراءات فرضت واقع جديد جدا بالنسبة للاقتصاد البريطاني وهناك توقعات لأن بريطانيا سوف تشهد حال من الانتماش في اقتصادها غير معهودة غير مسبوقة في تاريخها إلى الآن نستشف بعض مثل هذه الإجراءات بأن شعار stay at home ابقوا في المنازل سوف يتغير إلى شعار آخر وهو ابقوا متيقظين ولكن مثل هذا الشعار يعني أسار الكثير من الانتقادات لكونه غير واضح المعالم يعني نبقى متيقظين ولكن ما هي معالم اليقظة ما هي الحدود التي يجب أن تكون واضحة جدا بخصوص الابتعاد الاجتماعي كذلك أيضا إمكانيز تحتام وسائل النقل العامة خاصة بالنسبة للذين يعني عليهم أن يذهبوا إلى مراكز عملهم ووسائل النقل العامة تم تحديد فهمها من أكثر المراكز التي يمكن من خلالها أن ينتشر الفيروس لكن هذه الإجراءات سيد أحمد ياسين اليوم قالت سكوتلندا أنها ليست معنية بالإجراءات التي سوف يعلن عنها بوريس جونسون ولن تكون مقبرة على اتباعها هل يعني ذلك أن الإجراءات التي سيعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني تتعلق فقط بإنجلترا وويلز؟ الحكومة البريطانية هي تسعى جاهدة أن تكون مثل هذه الإجراءات تكون موحدة وتشمل جميع أقالين المملكة المتحدة ولكن كما تعلمين سكوتلندا هي لديها حكومة قد تكون شبه مستقلة خاصة بخصوص الإجراءات المعتبدة بمواجهة فيروس كورونا انطلاقا من كون هذه الإجراءات تنعكب كلبا على النشاط الاقتصادي من هنا تأتي الحساسية في التغير في الإجراءات المتبعة بين إنجلترا وبين اسكوتلندا بين الحكومة البريطانية وبين اسكوتلندا خاصة بأن اسكوتلندا يعني من حلال حسب الإستقلال من اسكوتلندي يبدو أنهم ما زالوا مقنعين بأن إجراءات اسكوتلندا يجب عليها تستمر فروقات جغرافية كثيرة جدا مثل هذه الفروقات الجغرافية تساعد الحكومة في اسكوتلندا لكي تستمر في تطبيق مثل هذه الإجراءات وضح هذا الفكرة نعم بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد يسين الكاتب الصحفي حدثنا من لندن عدى معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا للتسارع مجددا بعد أيام من تقليل قيود التباعد الاجتماعي مما أثار مخاوف من خروج الجائحة مجددا عن السيطرة وقال مهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية إن عدد من ينقل إليهم كل مريض العدوى ارتفع إلى 1.1% بيعني أن عدد الإصابات الجديدة تتزايد كانت المستشارة أنجلا ميركل قد ردخت لضغوط من قيادات الولايات الألمانية لعودة الحياة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد وعلنت يوم الأربعاء إجراءات تشمل فتح مزيد من المتاجر وعودة الدراسة تدريجيا وقد بدأت ألمانيا سماحا للمواطنين بزيارة الحضائق العامة تسعى برلين إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا وسط تحضيرات حكومية من موجة ثانية من العدوى إذا تم ذلك بسرعة قالت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد الوفيات اليومي في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض إلى 143 حالة وفاة من 179 في اليوم السابق له وذكرت الوزارة أن إجمالية عدد الوفيات زاد إلى 26621 حالة وفاة بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 224390 حالة أما فرنسا فقد سجلت انخفاضا ملحوظا في الحصيرة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا وأكدت وزارة الصحة الفرنسية وفاة 80 شخصا خلال 24 ساعة الماضية مقابل 243 وفاة في اليوم السابق ووصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 26610 حالات ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هولندا إلى 42581 حالة ووصل عدد الوفيات في البلاد إلى نحو 6000 حالة فيما تعافى 322 شخصا من الإصابة قالت السلطات الروسية أنها سجلت أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل العدد الإجمالي في سائر انحاء البلاد إلى 209000 حالة وقال فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 88 شخصا توفو مما رفع حصيلة الوفاء إلى ما يقرب من 2000 وضع ثلاثة أعضاء ضمن فريق عمل البيت الأبيض لفيروس كورونا أنفسهم قيد الحجر الصحي بعد الاتصال بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا والأعضاء الثلاثة هم مدير المهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ومدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومدير إدارة الغذاء والدواء قالت مجموعة تجارية تمثل وأكبر شركات طيران في الولايات المتحدة تؤيد إدارة أمن النقل الأمريكية في مراجعة درجات حرارة المسافرين والمنظفين الذين يواجهون الزبائن خلال انتشار وباء كورونا وقالت مجموعة A-Lines for America إن هذه المراجعات ستضيف حماية إضافية للركاب إلى جانب موظفي شركات طيران والمطار وستوفر أيضا مراجعة درجات الحرارة ثقة إضافية مهمة من قبل المواطنين لإعادة إطلاق حركة السفر أعلنت وزارة الصحة الأمريكية السماحة لوزارات الصحة بالولايات بتوزيع عقار المتزفير الذي تنتجه شركة جلياد ساينسز لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا وتعهدت الشركة بتوفير 607 ألاف جرعة من العلاج خلال الأسبوع الستة المقبلة في الولايات المتحدة كانت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قد منحت الشركة موافقة طارئة على استخدام العقار مما مهد الطريقة لتوزيعه على نطاق واسع في الولايات المتحدة أكدت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل ما يقرب من ألفين إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 193 وفاة توقعت الوزارة أن تصل الإصابات في المكسيك إلى ذروتها في نهاية هذا الأسبوع مشيرة إلى أن مجموح حالات الإصابة وصل إلى أكثر من 33 ألف بينما وصل عدد الوفايات إلى أكثر من 3500 سجلت البرازيل أكثر من 10 ألاف وفاة و150 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد حسب أرقام نشرتها وزارة الصحة في البلاد وقالت الوزارة أن الإحصاء الجديد جاء بعد تسجيل 730 وفاة إضافية خلال 24 ساعة إضافة إلى 10700 إصابة مؤكدة مشيرة إلى أن الولاية الأكثر تضرراً جراء الوباء هي سو باولو التي أعلن حاكمها أن فترة الحجر ستتواصل حتى نهاية الشهر قالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز أكبر ولاية أستراليا أنا ستسمح للمقاهي والمطاعم باستهناف نشاطها يوم الجمعة المقبل بعد أنها أظهرت لاختبارات المكثفة تباطئ انتشار كورونا بشك كبير تتوافق هذه الإجراءات مع خطة مؤلفة من ثلاث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام أعلنت أعلنت خطوطها العريضة أو أعلنتها الحكومة الأسترالية وتتضمن عودة نحو مليون شخص للعمل بحلو الشهر يوديو قال وزير الصحة الأسترالي جريغ هاند إن بلاده تؤيد مقترحاً أوروبياً لإجراء تحقيق مستقل في مصدر فيروس كورونا داخل الصين كانت الحكومة الأسترالية قد دعت قبل أسابيع لإجراء مثل هذا التحقيق من أجل فهم كيف بدأ انتشار الفيروس في مدينة هاني الصينية حتى يمكن تصدي لمثل هذه الأوبئة في المستقبل فيما قبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من الصين أكدت مصر أن أزمة وباء كورونا أظهرت ضرورة التضامن المنصق لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية الناجمة عن هذه الأزمة للحفاظ على شرعية ومصدقية النظام الدولي جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سفير مصر لدى الأمم المتحدة محمد إدريس في اجتماع استراضي لمجلس الأمن دعت إليه إستونيا إحياء لذكرى مرور 75 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية حيث أكد السفير المصري أن نظام الدولي نجح في منع وقوع حرب عالمية جديدة إلا أنه لم يحقق النجاح نفسه في منع وتسوية النزاعات والصراعات الإقليمية ونزع السلاح النووي ومنع انتشاره وما يمثل تهديداً للسلم والأمن والاستقرار الدوليين قال دبلوماسي صيني أن بكين وواشنطن أيدتها مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لمجابهة فيروس كورونا قبل أن تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها في المقابل أكد دبلوماسي أمريكي أن الولايات المتحدة لم توافق من الأساس على النص ويحاول أعضاء مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من ستة أسابيع على اتفاق على نص يهدف إلى دعم دعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يمكن للعالم التركيز على مواجهة كورونا وقد سجلت الصين أربع عشرة حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وهو أعلى رقم منذ نحو أسبوعين ويشمل أول حالة منذ ما يزيد عن شهر في مدينة هوهان التي ظهر فيها المرض لأول مرة أو آخر العام الماضي قالت لجنة الصحة الوطنية أن من بين الحالات الجديدة حالتين وافدتين واثنتين عشرة إصابة محلية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثنين وتمانين ألفا وتسعمائة وحالة واحدة بينما بقي عدد الوفيات عند أربعة ألاف وستمائة وثلاثة وثلاثين وفاة أعلنت اليابان أن إجمالية عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ نحو خمسة عشر ألفا وسبعمائة وسبعين وسبعين حالة إصابة فيما وصل عدد الوفيات إلى ستمائة وأربع وعشرين حالة من ناحية أخرى قال وزير الاقتصاد الياباني إن الحكومة تبحث رفع حالة الطوارئ في كثير من المقاطعات الأربع وثلاثين التي لم تتضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا وذلك قبل حلول الموعد النهائي للإجراءات في عموم البلاد في نهاية مايو الجاري طرح رئيس كوريا الجنوبية مونجي إن مخططا يقول أنه سيمكن بلاده من احتلال موقع رائد في الاقتصاد العالمي بمرحلة ما بعد فيروس كورونا وقال مونجي إن في خطاب نالقاه بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتوليه منصبة إن الحكومة ستبدو القصارى جهدها لإعادة كوريا الجنوبية لموقعها كقوة رقمية رائدة عالميا بمشاريع تجارية مبتكرة وشركات ناشئة تلعب دور القوة الدافعة وقد سجلت كوريا الجنوبية أربع وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيل يومية تخطط الثلاثين لأول مرة منذ نحو شهر وقالت لجنة الصحة في كوريا الجنوبية إن من بين المصابين ستة وعشرين مصابا محليا وثمانية وافدين جدد ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من عشرة ألف وثمانمائة إصابة ولم تقع أي حالة وفاة جديدة لليوم الثالث لتستقر حصيلة الوفيات عند مائتين وستة وخمسين حالة مددت الحكومة الماليزية القيودة على الحركة وأنشطة الأعمال حتى التاسع من يونيو وسط إعادة لفتح تدريجي للنشاط الاقتصادي والذي توقف تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا في وقت سابق سمح للشركات باستئناف العمل كالمعتاد لكن بموجب إرشادات صحية صارمة بعد أن اضطرت إلى وقف أعمالها لمدة شهرين فيما عملت السلطات الصحية على احتواء الوباء أما في سنغافورة فقد تم تسجيل ثمانمائة وستة وسبعين إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمال إلى ثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وثلاثين حالة أوضحت الوزارة في بيان أن الغالبية الكبرى من الإصابات الجديدة لعمال مهاجرين يعيشون في مناطق سكنية خاصة بهم وقالت أن من بين الإصابات ثلاثة من الذين يحملون الإقامة الدائمة وإلى الهند حيث أعلنت وزارة الصحة الهندية عن ارتفاع إجمالية عدد الحالات للوفاء جراء انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2109 حالات فيما زاد عدد الإصابات بها إلى 62.939 حالة جاء ذلك بعد تسجيل 128 حالة وفاة بسبب الفيروس وثلاثة ألاف ومائتين وسبعين إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفي باكستان ارتفعت أيضا حصيرة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 29.465 حالة في الوقت ذاته بلغت حصيرة الوفايات جراء الإصابة بالفيروس 639 حالة أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالية عدد المصابين بلغ حتى الآن 107603 حالات والمتوفين إلى 6640 حالة جاء ذلك بعد تسجيل 51 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما تم تسجيل 1383 إصابة جديدة على مستوى البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استقبل مطار القاهرة الدولي ثلاثة رحلات استثنائية تحمل على متنها 515 مواطن من العالقين بدولة الكويت ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد تعليق الرحلات الجوية نتيجة تفشي فيروس كورونا وتم تسكين العائدين في المدينة الجامعية لجامعة القاهرة بمنطقة بين الصرايات والتي تم تخصيصها للعزل الصحي لمدة 14 يوما تبقى للإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية للإطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس الحقيقة احنا جامعة القاهرة استعدنا بأقصى طاقة عندنا الناس ما بتنامشي الموظفين والزملاء كلهم من أجل تجهيز الاستقبال لإخواننا العائدين من الخارج احنا استقبلنا حتى الآن تلات أفواج واليوم سوف نستقبل أربعة أيضا من دولة الكويت احنا بزننا كل الجهود على كل المستويات تم رفع كفاءة المدن الجامعية أيضا تم تجهيز مفروشات جديدة للجميع بالإضافة إلى توفير أربع وجبات يومية وجبات كاملة يعني وجبتين للإفطار لكل واحد وجبتين للسحور بالإضافة إلى توفير عدد كبير جدا من المشروبات والعصائر والمياه وأيضا الكمامات والوسائل الاحترازية استقبل مطار مرسى عالم الدولي رحلة طيران قادمة من واشنطن وعلى متنها 298 راكبا من المصريين العلقين ضمن خطة الحكومة لإعادة المصريين العلقين بالخارج وأكد وكيل الوزارة الصحة بالبحر الأحمر تامر مرعي أن فرق الحجر الصحي والطب الوقائي كانت في انتظار المصريين فور وصولهم لإجراء الكشف الطبي وسحب عينات منهم وإرسالهم إلى المعامل المركزية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا ضمن خطة الوقاية من الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين العائدين اشتركوا في القناة اصبح ارتداء الكمامة واتخاذ إجراءات الوقاية أمرا ملزما حيث لا مجال للتهاون وأصبح الوعي بأهمية وخطورة هذا الأمر مسئولية مشتركة كاميرا أكسرا نيوز رصدت ردود أفعال بعض المواطنين حول اتخاذ الإجراءات الوقاية أهلا بكم إحنا يوميا في الشارع زي حضراتكم لكن دي الإجراءات اللي إحنا بنعملها كل يوم وإحنا رايحين الشغل طبعا بعد بنغسل إدينا بالصابون كويس جدا في بيتنا بنرش كحول 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 كتير كحول كحول وبنتطمن إن إحنا تمام بنلبس إيه؟ الجوانتي ممكن الجوانتي يبقى شوية دايق يبقى شوية صعب يبقى فيه أي مشاكل لكن في النهاية لازم يتلبس ليه؟ بنركب مكرباص بنمسك معدات شغلة وأدوات عمل يعني الاحتياط لو أنت مش بتدمس كل الحاجات دي فأنت مش محتاج إنك تلبس الجوانتي وبعد ما لبست الجوانتي في خطوة تاني أكثر أهمية وهي الكمامة أنا كده شخص محتمل إصابته بنسبة 100% لكن كده أنا بحمي نفسي بنسبة تصل لـ 70% ولما بأخذ المسافة دي ما بيني وبين الشخص اللي قدامي أو اللي ورايا أو اللي جنبي فأنا بحمي نفسي بنسبة تصل لـ 90% أنت مش لبس كمامة ليه؟ معايا أنا معايا بتلبسها إمتى؟ لما نزل من العربية بإذن الله بس أنت حريص إنك تلبس كمامة يعني؟ إيه طبعا عشان نعدي المرحلة اللي إحنا فيها دي ما إحنا لو ما تلزمناش بكده يعني كلنا هتعدي لكن لو قلنا كلام ده للناس وفاجئناهم إنت ليه مش بتلبس كمامة أو ليه مش لبس كمامة وانت ماشي هنسمع رد تشوف ردود أفعال عجيب ما 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 أخذنش بل مش عارفة رد بصراحة خد 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 بس كمامة ليه؟ عشان بتخنقني معلش هو الموت واحد بتعدادة الأسباب مش لبس كمامة ليه؟ والله يا أنا كان ابني قالي أن عنده وحدة فجيت بقول له الصبح قال لي يا بابا أنا نسيته وما جبتلكش خايف على نفسي بس سعادة يعني هنعمل ايه؟ يعني ايه خايف على نفسك وعادي؟ ماهو معلش ماهو فيه ايه بيدينا ان نعمله؟ بايدك انك تبعد عنه وبايدك انك تلبس كمامة يعني صح؟ لا صح مش لابس كمامة ليه؟ مربان متأخر عالشغل متأخر انت مش لابس كمامة ليه؟ ماهو ماهو كيبتش نسيه انت عارف اللي حاصل في البلد ولا مش عارف؟ اللي عارف اللي حاصل في العالم ولا لا؟ عارفين طب ومش لابس كمامة لإيه؟ ما أنا بقول لك أنسيت والله يعني متوفرة وأسعار مناسبة آه آه عند المشكلة عندك أنت؟ ولا النهاردة ملقيتش ففعلاً كنت بستعجل فنزلت من غير كده فعلاً يا بخد كمامة لا يا واحدة بس لا المدام تشتري لها لا تشتري للمدام خد واحدة بس الكمامة المفروض للمريض تمام واللي بيتعامل مع مريض عشان يتحمل الفيروس ولما يكون ما بينك وبين اللي جنبك كده لازق في كتفك في كتفه ومش محتاج كمامة وإحنا بنتكلم عن مسافة اجتماعية؟ كي طبعاً محتاج كمامة إبقى أنت المفروض تعمل إيه دلوقت؟ المفروض ألبس كمامة محترم آه إن شاء الله ربنا ما يجيب حاجة واحدة ونعمة بالله يا سيدي بس هو مش ربنا برضو قالك خد بالأسباب مش لابس كمامة ليه؟ أعمل بها إيه تعمل بها إيه؟ أعمل بها إيه يعني إيه تعمبي مش عارف إن الكمامة مهمة في الوقت اللي إحنا فيه؟ كمامة ده أكبر غلط أصلاً مين قالك الكلام ده؟ أنا اللي بقوله أنت بتجيب معلوماتك منين؟ معلوماتين من الشارع اللي إحنا عايش مالكش ضعب الشارع فيه وزارة الصحة وفيه منظمة الصحة العالمية مش هو الشارع اللي بيوردينه بس الناس مالكش ضعب الشارع إنت أعمل الصح؟ هعمل الصح رشك حل طبعاً دول هيروحوا ومستنيين بيان وزارة الصحة زي كل يوم زينا وعنيهم على رقمين عدد الإصابات الجديدة وعدد الوفيات لكن في تحتهم رقمين أكثر أهمية إجمالي عدد الإصابات وإجمالي من تم شفاءه وخرج من المستشفيات لأن الفرق ما بين الرقمين دول بيعرفك مستشفيات العزل فيها قد إيه؟ بيعرفك محتاجين أطقم طبية ودكاترة وتمريد قد إيه؟ بيعرفك حجم الكرسة اللي ممكن نروح لها لو ما التزمناش أرجوك البس الكمامة حافظ على التباعد الاجتماعي شكراً لكم أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 1912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفقاً للصحة السعودية فقد تم تسجيل سبع حالات وفيات وتسجيل 1313 حالة تعافي أما سلطنة عمان فقد أعلنت عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي والحالات المسجلة إلى نحو 3400 إصابة في الوقت ذاته أعلنت عمان عن تسجيل 49 حالة شفاء من فيروس كورونا لتصل حالات الشفاء في السلطنة إلى 1117 حالة أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فضلاً عن وفاة تسعة آخرين بذلك يرتفع إجمالي العدد للحالات المسجلة إلى 8688 حالة فيما تم تسجيل 107 حالات للشفاء ترجمة نانسي قنقر أعلنت الإمارات عن تسجيل 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بهذا وصل مجموعة الحالات المسجلة إلى 18198 حالة فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 4804 حالات بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 84 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تمثلت للشفاء إلى 2545 حالة وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاء ارتفع إلى 188 حالة بعد تسجيل حالتي وفاء مشيرة إلى تسجيل 128 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 6038 حالة أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1189 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا فضلا عن حالة وفاء واحدة وبذلك وصل إجمالي عدد حالات الإصابة في قطر إلى 22520 حالة فيما بلغ عدد الوفايات 14 حالة تجددت المظاهرات في العاصمة العراقية بغداد بعد ثلاثة أيام من تعيين مصطفى القاظمي رسمياً رئيساً جديداً للوزراء وطلب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة وإنهاء النظام السياسي القائم على المحاصصة وتنحي النخبة الحاكمة طلب مجلس القضاء الأعلى في العراق كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق صراحهم كان رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاظمي قد تعهد بالإفراج عن المتظاهرين كما أعلن تشكيل خلية أزمة من المختصين لإجراء المباحثات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الشهر المقبل عد أطلقها رئيس الوزراء العراقية مصطفى القاظمي في أول كلمة له بأول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تمرير حكومته في البرلمان اطلق صراح المعتقلين من المتظاهرين الذين شاركوا في الحراك الشعبي الذي بدأ في أكتوبر الماضي وحماية المتظاهرين السلميين ومحاسبة المتورطين في قتلهم كانت أبرز الوعود التي صرح بها الكاظمي تشكيل لجنة عليا بالتقصى عن حقائق عن ما حدث في العراق منذ الأول من أكتوبر ولحد الآن وإنصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى وكذلك وجهنا الأجهزة الأمنية بإطلاق صراح كل المعتقلين الذين شاركوا في المظاهرات وطلبنا من مجلس القضاء الأعلى أن يتعاون في قضية إطلاق صراح من تم الحكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي كما أعلن تسهيل عمل مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق التشريعي المقبل في أسرع وقت ممكن وكذلك تشكيل خلية أزمة من المختصين لإجراء المباحثات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الشهر المقبل مراقبون أكدوا أن الكاظمي يدرك جيدا إنعكاسات أخطار الصراع الأمريكي الإيراني على الداخل العراقي وهي الأسباب التي دفعته إلى استهلال لقاءاته بعقد اجتماعين منفصلين أحدهما مع السفير الأمريكي في العراق ماتيو تولر مؤكدا خلاله أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداء على أي دولة أما اللقاء الثاني كان مع السفير الإيراني في بغداد إيريج مسجدي حيث أكد الكاظمي خلاله أن العراق لن يكون مقرا أو ممرا للإرهاب وكذلك لن يكون منطلقا للاعتداء على أي دولة كما عقد رئيس الوزراء العراقي اجتماعا مع السفير الأردني ببغداد أعرب خلاله عن اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وبالتعاون الاستراتيجي ضمن إطار التحالف الثلاثي بين العراق والأردن ومصر وفي الإطار نفسه أكد الكاظمي للسفير الكويتي سعيه لتطوير العلاقات بين البلدين وتفعيل نتائج مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي أقيم بالكويت تستأنف بريطانيا والاتحاد الأوروبي غدا الاثنين مفاوضات لمبعد بريكزيت عقب جولتين شهدتا اختلافات عميقة لم يتحقق خلالهما تقدم وتبدأ فيها المفاوضات التي تستمر لمدة أسبوعين بجلسة عامة عبر الفيديو يشارك فيها كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل برنيه ونظيره البريطاني ديفيد فروست ولا تزال بريطانيا جزءا من السوق الداخلي والجمارك بالاتحاد الأوروبي وتلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي وتدفع للميزانية قال وزير الخارجين الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب قام بحماية العالم من تهديدات إيران النووية وسروقها العنيف بانسحابه من الاتفاق النووي منذ عامين وقال بومبيو خلل في تغريدة على تويتر أن انسحاب ترامب قبل عامين من الاتفاق النووي جنب العالم مخاطر إيران من العنف والتهديدات النووية مؤكدا أن هذا القرار جعل أمريكا وشرق الأوسط أكثر أمنا قاد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية عدي ربيعي إن إيران مستعدة لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة وضف ربيعي أن واشنطن لم ترد بعد على دعوة إيران لتبادل السجناء قائلا أنه يشعر بقلق على سلامة وصحة الإيرانيين الموجودين في السجون الأمريكية محملا واشنطن مسؤولية سلامتهم وسط تفشي فيروس كورونا المستقل ترجمة نانسي قنقر بالعودة مشاهدين الكرام إلى ملف وباء كورونا وكما كنا نشاهد قبل قليل على العواجل فقد ورد بيان وزارة الصحة المصرية حول آخر تطورات الأرقام أعلنت الوزارة تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا وإحدى عشرة حالة وفاة ونوها خرد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إلى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا ليصل عددهم إلى 2075 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي فيما ارتفع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا لتصل إلى 2556 حالة ترجمة نانسي قنقر أعلن النائب الرئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف عن بدء اختبار نظام الدفاع الجوي S-500 أقال إن جميع عناصر النظام يتم تصنيعها ويتم اختبارها حاليا مضيفا أنه ليس من المخطط إظهار عناصر النظام الجديد في العرض العسكري اللاحق قالت وزارة الدفاع الهندية إن منواشات محدودة وقعت بين قوات هندية وصينية تقوم بدوريات على الحدود الشمالية الشرقية لولاية هندية متخمة للصين وتبادل الجانبان لاتهامات في الواقعة وقالت الوزارة إن الواقعة أسفرت عن إصابة بعض أفراد القوات إصابات طفيفة وانفضى الاشتباك بعد أحوار وتواصل على المستوى المحلي وسبق أن نشر الجانبان مئات القوات على الحدود في عام 2017 بعد اعتراض الهند على شق الصين لطريق في منطقة الهيمالايا في أخطر مواجهة منذ سنوات أطلقت حركة طالبان صراحة 28 سجينا من القوات الحكومية الأفغانية في إقليم هيراد غرب أفغانستان ووفقا للحركة فإنها أطلقت حتى الآن صراحة 148 من سجناء القوات الأفغانية بينما أطلقت الحكومة صراحة ألف من سجناء طالبان ويقضي اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان بالإفراج عن خمسة ألاف من مسلحي طالبان مقابل ألف من سجناء مواليين للحكومة تحتجزهم الحركة تواصل تركيا زيادة وجودها العسكري غير المشروع في سوريا بنقل القوات والمعدات إلى البلاد وبحسب وسائل إعلام سوريا فقد تم تسجيل قافلة عسكرية تركية جديدة من 20 عرب مدرعة وشحنة تنقل المواد والمعدات التقنية عبر معبر كافلوزين وبصفة عامة فقد شهدت الفترة من الثاني من فبراير وحتى اليوم دخول أكثر من 6485 شاحنة ومركبة عسكرية تركية إلى شمال سوريا بينما بلغ عدد الجنود المنتشرين في إدلب وحلب أكثر من 10 ألاف جندي في نبأ عاجل وردنا الآن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة وأوضح سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالية حتى نهاية شهر أبريل 2020 في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ووجه الرئيس بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتضام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المصاري الاقتصادي الآمن للدولة ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من جانبية أكد وزير المالية صعود الوضع المالي وصمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا بالرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة إلا أنه في حالة استمرار تداعيات الأزمة لفترات ممتدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصرفات لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها اتهم العديد من وسائل الإعلامة الدولية التركية باستغلال وباء كورونا لتبادل شحن الأسلحة والمعدات العسكرية مع عدة دول بحجة إيصال مساعدات طبية طارئة من قبل أنقرة الدور التركي في دعم الإرهاب لم يتوقف عند ذلك إذ كشفت تقارير وأمريكية أن الجيش التركي نقل أكثر من ألفين طفل ومراهق سوري للقتال في ليبيا بعد إصدار وثائق مزورة لهؤلاء الأطفال اتهمات عدة وجهتها وسائل إعلام دولية إلى تركيا باستغلال جائحة فيروس كورونا لتبادل الأسلحة والمعدات العسكرية مع عدة دول تحت سطر إيصال مساعدات طبية طارئة من قبل أنقرة وبحسب تقارير حديثة فإن العديد من طائرات الشحن التركية لا تحمل أي مستلزمات طبية وتذهب إما محملة بالأسلحة لبعض الدول أو فارغة لتعود بمعدات عسكرية من دول أخرى وسط تحذيرات من أن تلك المعدات العسكرية سيكون لها تأثير مدمر على الأوضاع في سوريا وليبيا في تلك الأثناء قالت صحيفة ألمانية إن تركيا انتهكت في الأسابيع الماضية قرر حظر تصدير السلاح لليبيا بشكل متكرر إذ نقلت أسلحة ثقيلة لترابلس لدعم الإرهابيين الذين يقاتلون في صفوفها هناك وبخلاف الأسلحة الثقيلة والمدرعات والعربات المصفحة نقلت تركيا العشرات من الطائرات المسيرة إلى ليبيا والآلاف من المرتزقة السوريين يقودهم ضباط من الجيش التركي الدور التركي في دعم الإرهاب لم يتوقف عند ذلك فقط إذ كشفت تقارير أمريكية عن جريمة جديدة ترتكبها الحكومة التركية في ليبيا حيث عمل الجيش التركي على نقل أكثر من ألفي طفل ومراهق سوري للقتال في طرابلس موضحة أنه يتم إصدار وثائق هوية مزورة لهؤلاء الأطفال وتخفي تركيا وراء تدخلها في ليبيا أطمعاً اقتصادية ومالية فجة إذ تطمع أنقرة في احتياطات البلاد الغنية من النفط والغاز كما تطمح لبسط سيطرة شركاتها على العقود الاقتصادية في ليبيا ولم تجد أنقرة وسيلة لتحقيق هذا الهدف إلا عبر دعم الإرهاب حضر بنك جولدمان ساكس الأمريكي من تعرض الليرة التركية لسقوط مدوي بسبب هروب رأس المال الأجنبي وعدم الثقة في السياسات الاقتصادية المطبقة وانهيار احتياطي النقد الأجنبي وتوقع جولدمان ساكس أن تخسر الليرة التركية ما يزيد عن 14% إضافية من قيمتها بدءاً من مايو الحالي وحتى نهاية العام وبحسب البنك فإن تركيا تواجه مستقبلاً قاتماً مع تجاوز إجمالية أقصات الديون الخارجية الخاصة والعامة لـ 172 مليار دولار المقرر سدادها هذا العام استقبلت الدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب وزير التنمية المحلية الوامحمود شعراوي ووزير الاتصالات الدكتور عمر طلعط وذلك ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف بمقر الأكاديمية وقال لواء شعراوي أن المبادرة تهدف إلى تحقيق رضى المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم من خلال العمل على تدريب وتاهيل وتنمية مهارات الكوادر الحكومية من مقدمي الخدمات الجماهرية في إطار برنامج التحول الرقمي والتطوير المؤسسي بجميع محافظات الجمهورية إحساس العاملين في الجهاز الإداري وكنا دائما بنتكلم من الجهاز الإداري لا يلقى التدريب الكافي وفي نفس الوقت إحساس داخلي أنه أصبح جزء مختلف وهو بيؤدي خدمات مفيش نظرة من الحكومة إليه للتجاهة المقاية حالياً دلوقتي البرنامج التعمل ده برنامج بيتميز أنه البرنامج ده ليس خروج موظف أو عامل بين خلال بيتجه للنظام معين أو بيشتغل في عمل محدد إنما هو بيؤهله أنه يكون مؤهل للعمل في كافة مجالات وقطاعات داخل قطاعات الحكومية والمحليات وبالتالي فهو أصبح مؤهل نفسياً أنه هو يعرف إزاي يدير عمل إزاي يقدر يبتكر فيه إزاي يقدر يرفع كفاءة العاملين الموجودين عنده إزاي يؤدي خدمة جيدة للمواطن وده الغرض الرئيسي منها المبادرة أهم ما تؤكده هو سياسة الدولة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن شكلاً وموضوعاً طريقة التي تقدم بها الخدمة وسهولة ويسر تقديم هذه الخدمات هذا أمر في المنتهى الأهمية نسعى إليه من خلال إقامة الحكومة الرقمية رقمنة الخدمات المسؤول الحكومي المحترف واللي بتستهدم مقدم الخدمات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ابتدناها مبدئين في أربع محافظات في 2019 القاهرة والجيزة واسكندرية وبور سعيد والحقيقة التجربة كان لها أثر ناجح على الأرض جداً من تغيير سلوك ومفهوم تقديم الخدمة من الموظف للمواطن بابتبار أنه هو مسؤول مسئولية أقول عن رضاء المواطن عن أداء الحكومة ممثلة في الموظف اللي بيقدم خدمة حتى لو بسيطة قام وزير السياحة والأثار خالد العناني بجولة تفقدية للإطمئنان على سير العمل وحجم ما تم إنجازه من مشروعات للمنشآت السياحية بمدينة الجلالة وفي تصريحات خاصة الأكسرا نيوز أكد العناني حرص الوزارة على تنفيذ كافة المشروعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجم ده شعرنا الأول هي صحة المواطن وده الخيار الاستراتيجي اللي مصر خادته من بداية الأزمة حتى لما احنا قلنا حنقفل السياحة وحنمنع الطيران كان بيجي لنا طيران وأجانب لغاية يوم لما أغلقنا الطيران قلنا لأ صحة المواطن هي الأهم واحنا كلنا في كل قطاعات الدولة عندها توجهات باستئناف العمل بالمشروعات بس مع الالتزام الشديد بالإجراءات الاحترازية وده المعادلة الصعبة وده اللي احنا الحمد لله ملتزمين به كلنا الجميع النهاردة حكشوفت حتى في الباك آريا كل الناس لابسة الكمامات في بعض بقدر المستطاع في العمل ويمكن احنا حتى عندنا في الوزارة في الحاجات مثلا في حاجات يعني اللي محتاجة بقى الناس تقرب من بعض قوي احنا بعدينها سنة مؤقتا أرقناها شوية لغاية لما الظروف الصحية تتحسن في العالم إن شاء الله بإذن الله وصلت قطاعات ومدريات الأمن بوزارة الداخلية حملاتها في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار وباء كورونا فضلا عن جهود مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون لحماية المواطنين والمنشآت الحيوية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع وصلت فيها أجهزة الوزارة المشاركة في تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا جهود لم تسني القطاعات الأمنية عن تفعيل العمل الميداني لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت الهامة والحيوية حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 87 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 817 قطع السلاح ناري من بينها 140 بندقية و81 بندقية آلية وطلقات نارية مختلفة الأعيرة بلغت 1232 طلقة متنوعة إضافة لـ 1221 قطعة السلاح أبيض وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ عدد 1615 قرار إزالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأوقاف والريء والصرف ومجرى نهر النيل بنطاق 22 مدرية أمن وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 435 ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرين حكم قضاء متنوع من بينها 1791 حكم جناية و150 ألفاً و253 حكم حبسة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 16 تشكيلاً عصابياً ضموا 45 متهماً قاموا بارتكاب 104 حادث متنوع كما تم إعادة 22 سيارة مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 927 قضية إدجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1034 متهماً وبحوزتهم أكثر من 123.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وأكثر من 140 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة 19 كيلو جرام وأكثر من 9.5 كيلو من مخدر الاستروكس وعدد 57.016 قرص مخدر وتواصل وزارة الداخلية بازل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون أعلنت وزارة الداخلية مصر عزعين تشكيل عصابي محكوم عليه بالإعدام بدائرة مركز البداري بأسيوت تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والدخائر بعد تبادل الإطلاق النيران مع قوات الشرطة كما أصفر تبادل الإطلاق النار عن إصابة أحد أفراد التشكيل وضبط باقي عناصر التشكيل وبحوزتهم 6 بنادق ألية وكمية كبيرة من الذخائر وأجزاء من أسلحة نارية معدة للتصنيع في ختام هذه الجولة من الأخبار نذكر حضراتكم بأبرز ما ورد بها من أنباء جونسون يطلب من البريطانيين التزام الحذر مع بدء تخفيف إجراءات العزل العام قطر تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا والإجمالية تجاوز 22 ألف حالة وتجدد الاحتجاجات في العراق غدت أول اجتماع لحكومة القادمة إلى هنا تنتهي نشرتنا المفصلة لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري اكسترانيوز دوت تي بي شكرا لكم اشتركوا في القناة